بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله هجوم تركيا على البي كي كي والبي وي دي في الشمال السوري بالطيران المصير وضرب وقصف ومشاكل وكده ولسه الاحداث بتسخن اكتر كمان البي كي كي والبي وي دي ردوا بانهم قصفوا نقطة عبور هناك واصيب جنود واعتقد في حالة شهيل او كده وبعد كده وزير الدفاع التركي راح مشدد اكتر وعامل هجوم اكتر والدنيا مشتعلة هناك وواضح ان هي مؤامرة لتوريد تركيا في بعض الجرائم واستدراج تركيا كذلك لحرب استنزاف زي ما كلمتكم المرة اللي فاتت وواضح ان المرة دي المؤامرة ايرانية امريكية يا ابو الشباب واحدة يقول لي انت بتقول ان امريكا وايران اعداء اقول لك ما هم اعداء في موضع وبيجوا اتفؤ علينا في موضع تاني يعني لهم اصدقاء ولا بينهم روابط عقائدية ولا بينهم روابط دم ولا كده لكن بينهم مسألة ايه قانون العصابة وبيتحدوا مع بعض عشان يحققوا هدف معين ويرجعوا يتصرعوا في موضع اخر طيب ايه هو اللي حصل الوقتي وايه هي المؤامرة اللي انت بتتكلم عليها وعايزين ايه ده اللي هحكي لك عليها والابطال فخليك معايا عشان اقول لك على الحكاية الكل يتآمر علي الكل يتآمر علي الكل يتآمر علي اقرأ التعليق المثبت اسفل الفيديو وجزاكم الله خيرا عايز افكرك ان انا عملتلك فيديو من سنتين وقلتلك ان اندونيزيا كانت عاملة مشروع في مجلس الامن اللي هو اعادة تأهيل الدواعش اللي كانوا في الشمال السوري وقلتلك ان عددهم بعشرات الالاف وعددهم مش قليل واندونيزيا قالت ان البعض منهم كان اطفال وكده وكبر وملوش علاقة باي درائم الخلاصة امريكا احبطت المشروع احبطت مشروع القرار اعتقد حتى استعملت الفيديو لهذا الامر طيب انت بتقول ان الكلام ده ليه هقولك ما احنا هنحتاج والوقتي عشان كده فكرتك به اللي حاصل يا ابو الابطال ان واضح جدا ان هناك كميات كبيرة من الدواعش سواء في الشمال السوري تحت السجن يعني في السجون بتاع الاكراد اللي هم مش كل الاكراد طبعا في السجون بتاع الميليشيات الكردية الموالية لامريكا وطبعا دي كرسة بالنسبة للامريكان ليه كرسة لانه بعضهم او الكثير منهم اوروبيين وامريكان ولو فلتت السيطرة عليهم وطلعوا اي مكان وده امر صعب جدا لا يحصل انها يحصل تحقيق معاهم وهيطلعوا فضايح بقى يا ابو الابطال وده اللي امريكا مش عايزاه وده اللي خل امريكا عملت مسبحة البغوز لو انتوا فكرينها كلمتكم عليها من خمس سنوات وقتلت اغلب الدواعش الامريكان وبعض الدواعش البريطانيين وخلصوا من فريق كبير فالوقتي اللي حاصل ايه الوقتي اللي حاصل هو اول شيء اول خطوة عملوها هو استفزاز تركيا بالعملية اللي حصلت من كم يوم البنت اللي حطت شنطة متفجرات دي واسقطت قتلى وكده طيب الخطوة التانية ايه الخطوة التانية ان تركيا هتبقى مضطرة ان هي ترد وترد بشراسة طيب لما تركيا هترد وهترد بشراسة قدامها اما السلاح الجو واما المدفعية واما مسألة مشاه وكده مسألة مشاهدية تركيا مش عايزة تخش في الموضوع دلوقتي لانه هيبقى فيه ضحايا كتير وممكن يسقطوا اردوغان في الانتخابات اللي جاية يعني امريكا بتخطط من النهاردة لموضوع زي كده ويبدأوا يحوشوا في الجسس ويحطوها في تلاجات ويجوا قبل الانتخابات بتلت اربع ايام ويبدأوا يبعثوا فيه الجسس وكده الرأي العام يتأثر في تركيا ويسقط اردوغان طبعا مسألة الزحف البر ده مستبعدة وكمان في المعارضة السورية المسلحة اللي في الشمال مستعدة ان هي تقوم بالموضوع ده لكن العقبة الاساسية هي عقبة الروس فالخلاصة الخطوة الاولى التفجير اللي حصل الخطوة التانية ان تركيا لازم ترد وترد بقوة عشان كده تركيا بترد بمنتهى القوة وبتستعمل المسيرات في الرد بتاعها والضرب ساخن فعلا طيب هو ايه هو الغرض من ان هما يستدرجوا تركيا لهذه النقطة ما هنت لما تيجي تضرب عدو والعدو ده ما عندوش لمبادئ ولا اخلاق ولا قيم وبعدين عندو اسرى كتير حطتهم في السجون بلا زنب من سنوات طويلة او ان كان حد عليه زنب حكمه ان كان يستحق الاعدام اعملو لهم حكمه ومشيوه انما ما تفضلوش حطينهم كده هما الميليشيات الكردية حطت دواعش هناك بامر امريكي لان هما امريكا لا هي عايزة تسيبهم ولا هي عايزة تحاكمهم لان هي عزاهم تستعملهم في وقت مناسب قادم وقلت لكم ودي شوية منهم افغانستان قبل كده ودي شوية منهم لاوكرانيا ومثال فيه الكثير هناك يبدو ان هما مش عارفين ينقلوهم لسبب او لاخر الموضوع انه الوقت الدواعش دول امريكا عايزة تقتلهم وانما تيجي تقتلهم عايزة تستفيد من قتلهم كمان فتستفيد من قتلهم ازاي تخلي تركيا هي اللي تقتلهم طب تركيا عمرها ما هتقتلهم ما نقول لك عشان كده ارجعت وقول لك انه هما استفزوا تركيا بالعملية اللي البنت عملتها ديت وبعد كده تركيا لازم ترد في الخطوة التانية وبعد كده لما تركيا هترد ايه اللي هيحصل اللي هيحصل ان الميليشيات الكردية هتجيب السجناء بتوع داعش وهتترس بهم وهتحطهم في المواقع المحتمل قصفها وتركيا مقدمها شغل ان هي تقصف ازيلك من الشعر بيت لو تركيا بس قصفت مكان واحد او طلعت قصفت اماكن صحيحة خالية تماما من الدواعش وخالية تماما من المدنيين وخالية تماما من السجناء وخالية تماما من الناس دي بس كون ان تركيا تطلع تقصف ممكن الطيران الامريكي يطلع بقى يقوم بالمهمة كلها ويقصف ويمسح الدنيا قصف ويتهم الاتراك ان هم اللي قتلوا الابرياء في السجون دا دا اعتقد المخطط الامريكي الايراني اللي هم اتفقوا عليه وعشان كده انت تلاقي تناغم يعني ازاي هي ازاي هي الاحزاب الكردية يعني تروح تنفذ عمل زي كده الا تكون امريكا رضيها بوجه او باخر يكون فيه تفاهم ايراني ويكون فيه ضوء اخضر والاطراك عدو مشترك وبعد كده يبدأوا يدخلوا معهم يعني على اساس ان هم يورطوا اردغان ويحاولوا يطيحوا به من الرياسة لاحقا يعني باختصار هو عدو مشترك للايرانيين والامريكان والتقط نصلحتهم في ان هم يستدرجوا اردغان وتركيا الى هذا الفخ طيب نسأل ماذا تريد امريكا وماذا تعرض على الاطراك في هذا الموضع امريكا عايزة تتخلص من باقي الدواعش عشان ما يطلعوش يرجعوا لبلدهم الاوروبية او يروحوا اي مكان والصحافة تتصل بهم وهم عارفين ان الصحافة الصينية مش هتسكت وعارفين ان الصحافة الروسية مش هتسكت وعارفين ان الصحف مش هتسكت وهتحصل فضائح اعلامية الوقتي غير زمان زمان كانوا الصهينة مسيطرين على الاعلام تقدر تقول فوق ال95% او على الاقل 90% الوقتي السيطرة بتاعتهم انفلتت شوية في بلادهم مسيطرين يعني مش هقولك كتير بس مش هيقل برضو عن 80% والسبب هو التيك توك والسبب هو حتى مواقع التواصل الاجتماعية العادية لان الدنيا يعني السحل الاعلامية بقت مفتوحة افضل من الاول على الاقل يعني مرة ونصف مثلا او كده فالامريكان عايزين باختصار انهم يتخلصوا من الدواعش لان هما لو طلعوا وبتكلموا الفضايح هتحصل والفضايح دي هتسقط حكومات وهتخلي ناس يدخلوا في المحاكمات وجمع بقى اللي هما قادة في المخابرات والناس دي قلوبها لا ترحم ابدا ما يعرفوش الرحمة والناس دي يعنيها ان هي تكون في السلامة في المركز الاول يعني عايزين يخبوا الفضايح طيب الوقتي تركيا علاقتها ايه بالموضوع ده ما هي تركيا وروسيا والعالم دي عندهم جواسيس جوة وعندهم اخمار صناعية كمان بتصور وكده فامريكا مش عايزة تتخلص بنفسها من الدواعش فممكن تعرض على تركيا بقى وده اللي هي ممكن تكون عرضته في غرف المخابرات المظلمة وكلامي استنتاجي وليس خبري يعني انا مش بقولك ان ده حصل لكن بقولك اتوقع ان ده حصل ومازال بيحصل فهيقولوا للاتراك خلاص احنا هنخلصكم من البي كي كي ومن البي وي دي بس خلوا المعارضة السورية هي اللي تخش تخلص عليهم واللي هي تخش يعني تقتلهم ولازم معاهم التمن يقتلوا الدواعش قبل ان يقتلوا ايه المنظمات او البي كي كي والبي وي دي وكلام ده طبعا اردغان مش هيقبل بالموضوع ده لانه هو لا عايز يتورط ولا عايز يورط المعارضة السورية لانه عارف بعد كده الموضوع مش هينتهي ده هتحصل بقى محاكمات يعني امريكا تؤمر الناس بالجريمة وبعد كده تصورها وبعد كده تقولك يلا على المحكمة الجنائية الدولية وفيه جرائم حرب وكده وهم اللي عاملين الموضوع من الاول يعني بيحفروا لك الحفرة وبيزقوك طقع فيها وبيلموك انك انت وقعت في الحفرة وبعد كده عايزين يعقبوك لانك انت وقعت الناس معاك في نفس الحفرة ودي سياسة الامريكان والغرب من زمان بكده اصبح من المستحيل ان هو يحصل تفاهم تركي امريكي في هذه النقطة فبعد كده ننتقل بقى الى نقطة ايران بتعرض ايه وايران عايزة ايه ايران باختصار بتعرض ان هي تقسم تقسم السريقات مع تركيا وتتفاهم وتديها شوية من السريقات وده اللي اردوغان مستحيلها يقبله لان هو اصلا لو البلد دي اتحررت من السيطرة الايرانية ده مكسب لاردوغان اكتر من ان هو ياخد مستريقات بتاع ايران ميت مرة خاصة ان هو كمان من ناحية العقائدية مش هيقبل ايه الموضوع دوت ولا يثق في الايرانيين اصلا فالوقتي ايران العرض بتاعها ما فيهش يعني ما حدش هيقبله طيب هي عايزة ايه بقى مقابل العرض ده بقى والشباب عايزة تفضل مسيطرة فيه سوريا ومسيطرة فيه العراق ومسيطرة في لبنان طبعا الاكحاف واضح جدا فيه العرض الايراني وبالتالي اردوغان مش هيرضى ومش مضطر ان هو يرضى ومكسبه مع العرب ومع الشام بالزاد باعتبار ان هم الجران الملسقين ومع العراق كمان مكسبه اكبر بكثير من هذه المسائل فهيرفض ولما يرفض طلب الامريكان ويرفض طلب الايرانيين اذا هم الاثنين هيتحدوا مع بعضهم عشان ده بقى عدو مشترك فانت بقى يا اردوغان ما انتش عايز تقتل الدواعش احنا هنجرك انك انت تقتل الدواعش غصب عنك او على الاقل خالص هنجرك انك انت تستعمل سلاح الطيران بتاعك وبعد كده يطلع الطيران الامريكي يضلب وهنقول ان هو الطيران التركي مش الطيران الامريكي بيعملوا الحاجات دي على فكرة كتير يعني الامور اللي بيعملوها والنزالة دي كتير وهم عارفين ان هم كذبين وعارفين ان الروس مصورين بالاخمار الصناعية وبتدي التصوير للاتراك وعارفين ان الاتراك مش هيصدقوا لان هم واثقين في نفسهم وعارفين ان الاتراك معهم ادلة ان مش هم لكن المهم مش كده ما انت تتصدق ولا مسدقش احنا كلنا كده رأينا والبعرة عند الامريكان سواء وما الامريكا بتعمل كده ليه بتعمل كده عشان تقنع شعوبها هي وتقنع الشعوب الاوروبية عن طريق آلة الاعلام الصيوني وما يخلهمش يسمعوا ولا يشوفوا الحقيقة ولما تيجي روسيا تقول لا ده ده ما حصلش يبدأ الاعلام الصيوني يرد عليهم يقول طبعا انتوا عارفين روسيا دي هي دايما مع كل عدو علينا وكده ويقشرهم الموضوع ده يعني كلها مؤامرة في مؤامرة فده هو الوقتي ده الصراع الداخلي ده الصراع اللي بيدور في الخفاء اردغان بقى بيراهن على ايه بيراهن على اصبر على جارك السوق يتجي المصيبة تشيله وتاخده يا اما يرحل وربنا يريحك منه وده غالبا ان شاء الله السياسة هتكون نكحة وايران هترحل وربنا سبحانه تعالى ريحنا من الجيرة المنهلة بستين نيلة دي وان ما رحلتش هيتم تقليم اظافرها وتقليص قوتها ومش هتبقى قوة اقليمية يعني هيكون في حل مع ايران بشكل او باخر في الفترة الجاية ان شاء الله رب العالمين طبعا واحدة يسألني يقول يا كابتل لطيف طيب المفروض الاتراك خبراء وعارفين كل الكلام اللي انت بتقوله ده اقولك نعم انا متفق معاك فهيقول لي طيب ليه هما طلعوا يضربوا قلت لك ما هما بين السيء والاسوء منه وفيه هدف مهم كمان لازم يتحقق انت لازم تنتبه عليه ايه هو الهدف ده الهدف ده ان القوات التركية عايزة تبين لقادة الاحزاب البي كي كي والبي وي دي ان اللي هتعملوه مش هيمر على خير انت بتعمل الموضوع ده وبترمش وط عملاء لراحة المعركة واللي يروح السجن يروح واللي يتمسك يتمسك مش في دماغك لكن انت في كوباني ما انتش امن انت في كوباني هيجيلك قصف رهيب جدا مش هيرحمك وهتبقى حياتك في خطر فلازم تعرف ان هيكون فيه رد فعلا قوي جدا فواحد هيقول لي كابتل لطيف ممكن ان هم يسفروا في الوقت ده او يروحوا اي مكان تاني اقولك الموضوع صعب جدا حتى لو ايران تعاونت معهم وبعدين حتى لو افترضنا ان هم فعلا نجحوا في السفر ولاحوا اي مكان تاني ما هو القادة اللي تحتيهم هيفكروا بقانون العصابة وهيقولك ان دول كانوا عارفين ان فيه قصف جاي وسبونا للقصف واللي تحت تحتيهم هيفكروا بنفس الطريقة وده هيحدث انشقاق بينهم ويحصل مشاكل يعني الموضوع هيعمل رجة كبيرة الموضوع فيه حسابات كتير في الحقيقة خلوني اكتفي بهذا القدر والسلام عليكم